أنا تبعت بعض المحاضرات عن نهاية الأيام هل ستكون حياة الإنسان بعد نهاية الأيام؟ حضرتك تعلم أن الإنسان بات قريبا جدا أن يذهب ويعيش في كواكب أخرى مثل المريخ فإذا انتهت الحياة على الأرض هل ستبقى حياة لبشر على كواكب أخرى وتستمر؟ وهل تكلم الإنجيل عن هذا؟ الحقيقة الإنجيل لم يتكلم عن حياة للبشر إلا في كواكب الأرض السماوات سماوات للرب يعني المجرات كلها ملك ربنا هو يعمل فيها كما يشاء والأرض أعطاها لبني البشر بني البشر أعطاهم الأرض أنت بتقول الإنسان قرب يوصل للمريخ ويعمل ويعمل ومش هيحصل حاجة من ده كله لأن الظروف ما تلائمش الإنسان والكواكب الكوكب الأرض ربنا حطه فيه بعد عن الشمس وعن القمر علشان تتكيف معاه حياة الإنسان لكن كوكب المريخ قربه من الشمس يختلف عن كوكب الأرض وقربه من الشمس فحياة الإنسان مش هتكون في حاجة زي كده لكن إحنا بالنسبة لنا اتخلقنا هنا وفي كوكب الأرض ومن كوكب الأرض ولكن مش لكوكب الأرض ولا لأي كواكب أخرى أمال فين؟ أنا ذاهب لأعد لكم مكانا المكان ده فين؟ في بيت الآب في سماء السماوات وحيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا هذا إيماننا وهذا اعتقادنا حد سألني عن من هو النبي الذي سأل عنه الكهنة واللويين ليحنى المعمدان عندما سألوه إن كان هو المسيح أم من هو وشكرا يحنى المعمدان اليهود أولا كانوا بيعرفوا أني موسى النبي قال لهم سيقيم لكم الرب إلهكم نبيا مثلي من وسط إخوتكم له تسمعون فلنمسك الآية دي ننقي نبيا مثلي يعني مثلي يعني هيمشي على النمط اللي أنا مشيت عليه طب إيه النمط اللي مش عليه موسى إن كانوا في أرض العبودية أتى الأبكار المصريين أنقذ أبكار الإسرائيليين عبر البحر الأحمر خرجهم من العبودية إلى الحرية عشان كده الكتاب عند البحر الأحمر يقول عن بني إسرائيل أليس جميعهم اعتمدوا لموسى في البحر الأحمر وهكذا الصورة بتحت المسيح بس المسيح مش جاي خرجنا من عبودية مصر لا من عبودية إبليس إلى حرية مجد أبناء الله والمعمودية اللي هي بيرمز ليها البحر الأحمر هي الاعتماد اللي بنتولد فيه ولادة ثانية فهنا كانوا منتظرين هذا النبي بالألف واللام تقول لي المسيح نبي ولا الله ولا إبن الله المسيح في طبيعته عبارة عن إنسان كامل متحد بالإله الكامل اللي هو عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد هو إنسان زي زيك لا يفرق عنك في شيء إلا أنه بلا خطية شابهنا في كل شيء مع هذا الخطية هذا الإنسان يسوع اتولد بدون زرع بشر للعلامة التانية بعد كده اتحد بالله اللهوت يعني الله الإنسان اتحد بالله في شخص المسيح بس الاتحاد كان بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير يعني إيه؟ يعني اللهوت لهوت والنسوت نسوت الإنسان إنسان والله هو الله والاتحاد اتحاد كامل وده نسميه سر عظيم هو السر التقوى الله ظهر في الجسد لكن الوظايف بتاعت المسيح إنه نبي وإنه ملك وإنه كاهن دي وظايفه وظايفه نبي في تجسده تنبأ بكل شيء ها أنا قد سبقت وقلت لكم بعد ما مارس الوظيفة الأولى اللي هو نبي في وسطينا وعرفنا كل حاجة وخبرنا عن الآب صعد للسماء وجلس عن يمين العظمة علشان يمارس كهنوته رئيس كهنة يعني بعد ما صعد دلوقتي ليه ألفين سنة بيمارس كهنوته بعد ما ييجي يملك يبقى يمارس صفة الملك يعني الصفة التالتة الملك نبي كاهن ملك لما جي الملك بشر مريم العدرة خبرها عن إنه ده الملك وإنه المخلص المخلص دي بقى إيه العمل النهائي بتاعه جيه من أجله جيه من أجل خلاص العالم مولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب يخلصنا من يين يخلصنا من الخطيئة ويخلصنا من الموت ويخلصنا من عبودية إبليس فهنا عمل زي موسى موسى لما حطوا الدم على الباب الملك المهلك ما دخلش وأولادهم خدوا حياة واختخرجوا من عبودية فرعون هكذا العمل بتاعه الملك قال يجلس على كرسي دود أبي دود ملك وكرسي دود أوريشاليم ويملك على بيت يعقوب إلى الآبت بيت يعقوب اللي هي مملكة إسرائيل وهو لا جلس على الكرسي ولا ملك والسبب أنهم قالوا لا نريد لا نريد أن هذا يملك علينا ليس لنا ملك إلا قيصر فضلوا عليه قيصر الكتاب في المزمور يقول قال الرب لربي مدام رفضوك تعالى اجلس عن يمين قال الرب لربي اجلس عن يميني طب يعني خلاص لغيت منولك قال له لا في الآخر حتى أضع عدائك عند موطع قدميك الفرق ما بين فترة الرفض لفترة إن المسيح يجي يملك دي فترة الكهنوت اللي هو عهد النعمة بقى المسيح يسوح هو رئيس الكهنة الأعظم بالنسبة للكنيسة وده اللي بيقربنا لله لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا به يبقى هنا مارس كهنوته يمارس ملكه لما هيجي وينزع المعاسر من الأرض ويرمي الوحش الروماني والنبي الكذاب الخارج من إسرائيل يرمهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت ويملك على الأرض كلها ونسمع الصوت قد صارت ممالك الأرض للرب ومسيحه فلما جم اليهود كانوا متعارفين كده فبيسألوه هل أنت إليه طب ليه سألوه عن إليه أصل إليه شجاع وكان بيواجه ويواجه أخاب ويقول للملك أخاب أنت ومراتك وبيت أبيك كدرت الشعب فكان إليه شجاع ويرمز به للشجاعة والمسيح يسوح كان شجاع عويل لكم أيها الكتب والفرسيين وأنتم أيها النموسيين قالوا له أنت أرمية لأن أرمية اسم النبي الباكي ويسوع بكى بكى ثلاث مرات بكى عند قبر العزر وبكى ببستانجة السماني وبكى على أورشاليم عشان كده قالوا له أرمية قالوا له أنت النبي اللي كلمك عليه موسى فالسؤال الأسئلة دي لما سألوها سألوها اليوحنى المعمدان قال أنا لهذا ولهذا ولهذا قالوا له طب ما المدام أنت منتاش المسيح يعني المخلص جاي أنت ليه تعمد قال أنا بعمدكم بماء للتوبة يعني حياة توبة اللي هيأتي بعدي هو ده اللي هيعمدكم بالروح القدس والنار